اشتركوا في القناة يابل ما ابدا بما هو متوقع يابل ما ابدا بالمتوقع او بتوقعاتنا لهذا اليوم حاب احكي عن نقطة او موضوع مهم جدا الاغلب اذا مش الجميع يعني مر عليه او سمع فيه من صديق او من قريب او بجريدي او باخبار او او الى ما لا نهاية في هذا العالم الواسع وهو موضوع الاحجار الكريمة موضوع القلادات الهندسية النحاسية او الكريستالية او شو ما كان نوعها او موضوع دخيل على علم الفلك الو ارتباط في علم الفلك صحيح ولكن الحديث هذا الاشي اللي بصير حاليا هذا دخيل على علم الفلك الناس نصابين دجالين كذابين افاقين كل الصفات السيئة بقدر احطها من هون لنصل بعد سنتين لقدام قبل فترة انا اجاني كثير اسئلة من اكثر من شخص عن انه اشخاص بسألوهم المتابعين بقولولهم انه احنا كيف وضعنا السنة بقولولهم الله يوضعكو من المفروض انه يكون منيح ولكن وجود المشتري وزحل ومش عارف ايش في زاوية الزاوية بتأثر عليها سلبيا فطاقة الكوكب مش مكتملة فعشان انت تطلع من نحوسة هذا الكوكب او نحوسة هذه الكواكب وتصدها فلازم تشتري حجر كريم هذا الحجر الكريم سعره بصلى ارقام خيالية منها من خمسمائة دولار واطلع فانه هذا الحجر الكريم بصد نحوسة الكوكب فايش بخليك انت تعيش السنة كلها تلم مصاري او انه انت مرتاح البل طبعا هذا كله الكلام كذب بكذب من اوله لاخره وهذا ما اله اي دلالة او اشارة اتحدى تحدي اي شخص يثبت لي مصداقية كلامه من الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال وانا متأكد تماما انه ولا واحد منهم بجرء انه يواجهني في هذا الموضوع الاحجار الكريمي الها طاقات هاي الطاقات بتعزز الطاقة اللي موجودة فينا وكل برج اله احجار كريمي تتناسب معاه بتعزز طاقته ولكن مش بتغير حياته ولا رح تعمله المعجزات لانه هيك احنا مندخل على اشي ما اله علاقة بكل العلوم اله علاقة في شيء ما بيستوعبوا العقل وهذا كلام مش صحيح فاي شخص بعد هذا الحكي اللي انا حكيته بتعامل مع اي نصب وبنضحك عليه هو الخسران الوحيد في هذا الموضوع من بابين الباب الاول وهو المهم وهو باب الشرك بالله الكلمة كبيرة ولكن هي صحيح لا يرد قضاء الله وامر الله الا الله عز وجل فقط لا غير لا انا ولا كل البشر مجتمعين ولا كلنا مع ملائكة الله ولا كلنا مع خلق الله قضاء الله نافذ نقطة اول السطر والايمان بانه هذا الحجر رح يغير حياتي ويرد قضاء الله فهو شرك هذا باب اما الباب الاخر فانه انضحك عليه وانتصب عليه وراح ينفلوسه وتعلق في وهم الوهم هذا اله اول ما اله اخر رح يفقدوا مصدقيته في نفسه وفي كل الاشخاص اللي بتعامل معهم وفي كل الفلكيين مين ما كانوا يكونوا لانه رح يقيس انه كلهم نصابين كلهم افاكين كلهم ضحكوا على الناس وبضحكوا على الناس وبستغلوا ضعفهم وحاجتهم على اجل انهم يستكسبوا منهم ماديا فهاي مسألة اساسية حبيت اني انا اطرحها على اساس انه الكل يتوعالها ويفهمها لاجل انه هدول الناس يجب مقاطعتهم وعدم الاتصال فيهم وعدم مجاراتهم ولا الترويج لالهم للمصلحة العامة نبلش عاد في توقعاتنا لهذا اليوم اليوم القمر استقر في برج الاسد في منزلة الزبرة هاي المنزلة ممتازة للربح والحرية والاصلاح والصلاح زي ما حكينا انه القمر لما يكون في برج الاسد بكون الناس اللي حوالينا في هاي الفترة اكثر كرم مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون اكثر تفكيرنا حول الاستمتاع والترفيه تبادل الحب والعاطفة مع الحبيب او مع الناس اللي حوالينا بوسعنا التقرب من المسؤولين وممكن محاولتنا للحصول على بعض المطالب العادلة نقدر انه نقترض الاموال والاستثمار واقتناء اي حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة او شراء ملابس انيقة تلفت انظار الناس لالنا بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل خلال هذا النهار من الان ولغاية الحلقة القادمة الزاوية الاولى اللي راح تتشكل وهي تقريبا بعد ساعات قليلة من الان هي زاوية التثليف ايجابية بين القمر والمريخ هاي الزاوية بتصير الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن يبقى المنتصف الليل تقريبا بسبع دقائق في هاي الزاوية بتلوح الفرصة لتحصيل او للحصول على مكسب مالي وبتدفعنا شوي للاهتمام بصحتنا اكثر لان كل الزاوية اللي راح تتشكل ما بعد هاي الساعة اللي هي راح تكون في النهار في نهار الغد هي زواية بتأثر على الكواكب الكبيرة او اللي بتشكل هالزواية الكبيرة والقمر ما بيشكل اي زاوية في هاي الفترة يعني في هذا اليوم عشان هيك يعتبر القمر في هذا اليوم قمر محترق او قمر له سلبي وله ايجابي لانه ما بيشكل ولا زاوية ولا يعتبر هذا الاشي انه خلو مصار اول زاوية راح تكون من الزواية الكبيرة هي زاوية راح تكون الساعة تسعة وواحد وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش ظهرا هاي الزاوية اقتران سلبي بين عطارد وزحل هاي الزاوية اجمالا بتسبب التعب والقلق بتعطينا شوية نوع من انواع الميل للكآبة منصير منصير حذرين كثير من كل اشي احنا بنعمله بتحد من خيالنا بيخلينا شوي شاردين الذهن ما عنا تركيز بيخلينا شوي متقلبين وهاي الزاوية بتعرض عادة للارهاق الفكري وبالضرب الصحة حوالينا ايش تأثيرها او سياسيا شو بتأثر عطارد الو علاقة بالاتصالات والمواصلات الو علاقة بالصحف والجرائد وزحل المعلم الصارم الو علاقة بالسياسات يعني بتدل هاي الزاوية انه في انتقادات رح تصير بالصحف او في الجرائد في بعض المطالبات بالحقوق رح تكون على المستوى الزراعي او الصناعات الثقيلة او مؤسسات الدولة ممكن انه هاي الفترة شوي يصير في نوع من الاحتجاجات او المطالب بتصليح الاوضاع او تحسين الاوضاع في القطاع الصناعي او قطاع المتقاعدين والشيوخ ممكن تكشف هاي الفترة بعض الحقائق التاريخية المغلوطة او بعض الفضائح لبعض انواع الفساد في مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية او الامن الوطني الزاوية التي تليها هي الزاوية رح تكون الساعة عشر او ثلاثة عشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش زاوية اقترام برضو سلبية رح يكون عطارد مع بلوتو فيها وانا عطارد الو بالاتصالات والمواصلات وبلوتو الو علاقة بقلب المعطيات من فوق لتحت هنا بيصير حكينا كآبة وهم وشعور بالذنب عنادي ممكن تسبب نوع من أنواع النزاع الشديد مع المحيط شوي بتأثر على الأعصاب على عصبيتنا شوي اللي عندهم ضعف في عضة القلب أو في القلب مش شوي رح يتعبوا اللي عندهم تعب في الجهاز التنفسي ممكن يتعبوا في الفترة هاي أكثر الحوادث اللي ممكن تصير بالفترة هاي هي حوادث إلها علاقة بالنار دوليا بتصير هنا برضو الصحافة بتركز على موضوع تخاذل دولة معينة في موضوع مكافحة الجريمة أو الإرهاب أو التآمر على هاي النقطة بتصير حوادث العنف زيادة وتعدي على الأشخاص وحريات الأشخاص بتصير شوي عالية ممكن كشف بعض المعلومات المخابراتية أو الاستخباراتية عنه آمرة سياسية عن اتفاق سياسي إشي يحاك بالخفاء الناس ما بتعرف عنه ممكن إنه يتمكن الكشف عنه بكون صادم وبصير فيه احتمالية دائما في الزوايا اللي زي هيك إنه يكون فيها زلزال خفيف زلزال خفيف مش زلزال مدمر زلزال خفيف أو حرائق أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعديها وهي برضو زاوية اقتران سلبي بين زحل وبلوتو هنا المعلم الصارم وهنا اللي بيقلب كل إشي لأجل إنه يبدأ مني جديد كوكبين بدهني التقن مع بعض في زاوية اقتران صعبة هاي الزاوية هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وسبعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء هاي تأثيرها كله تقريبا رح يكون خارج عن إرادتنا اضطرابات مشاكل مهنية ممكن يكون تغيير جذري في توجهاتنا أو في أفكارنا ممكن تدفعك هاي الزاوية لإعادة النظر في بعض المبادئ أو القناعات الشخصية وتغير مسارها كثير من الأشخاص اللي عندهم قابلية للانحراف أو مسارهم غير صحيح والوزع الديني مش قوي عندهم بصير عندهم نزعة الشر بالفترة هاي أكثر أي شيء في معاصي بصير أكثر زي العلاقات الغير شرعية في أشخاص بتتملكهم غيرة شديدة جدا من الخياني أو الفكر بالخياني أو الأشخاص اللي حوالينا بيخونونا فبيصير يدققوا أكثر في الوقت عن هاي الأمور وممكن بعض الأشخاص يتعرضوا للخياني صحيح لأنه هاي الفترة بتدل على نوع من أنواع الخداع في نوايا وعواطف الآخرين وفي أشخاص ممكن يعانوا في هاي الفترة من شيء اسمه عجز جنسي أو ما يكون طاقتهم يعني بمعنى آخر الأشخاص اللي عندهم قابلية لهذا الموضوع أو عندهم ضعف جنسي في هاي الزاوية بتزيد هاي الأمور فما مش معناها أنه صار عنده ضعف جنسي أو عجز جنسي لكن هاي الأمور ظهرت على الساحة أما سياسيا بتدل هاي الزاوية على وجود مؤامرات ضد حكومة معينة سواء داخلي أو خارجي قيام حكومة معينة بالتعبئة أو الحشد ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار برضو بتركز هاي الزاوية على الحرائق والظواهر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين أو عوامل التعريه ولكن هذا اقتران مش زاوية التربيع فالاقتران بيكون أضعف بحدته من الزوايا الأخرى فعشان هيك ما رح يكون الإشي بالقوة المهولة اللي مثلا تخلينا نخاف منها زي ما حكينا القمر موجود في برج الأسد ولو المسار القادم رح يكون يوم 13 1 بابدأ الساعة 41 دقيقة بتوقيت غيرينتش عصرا بيستمر حتى تمام الساعة الثانية و 6 دقائق عصرا يعني أقل من ساعة لينتقل بعدها القمر لبرج العذراء القمر بانحصار المكتمل هو 17 يوم ورح يكمل تقريبا بحدود الساعة 4 و 45 دقيقة عصرا عمره 18 بتصير نسبة الإضاءة قرابة 90% بالنسبة لمزاج الكواكب خلال هذا النهار الشمس في الجدي لغاية 20 1 مزاج سعيد القمر في الأسد حتى 13 1 مزاج بين منتحس أغلب الوقت لممتزج لأنه ما بشكل زوايا عطارد في الجدي بعمل زوايا سلبية فأكيد رح يكون مزاجه سلبي منتحس لغاية 16 1 رح يظل في الجدي الزهرة في الدلو حتى 13 1 مزاج سعيد المريخ في القوس حتى 16 2 مزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 5 بعدين ببدأ عملية التراجع منتحس زحل في الجدي حتى 11 5 ببدأ بالتراجع بعدها مزاج سعيد عشان هيك حكينا أنه زاوية الاقتران بينه بين بلوته ما رح تكون بتخوف لأنه مزاج سعيد اورانوس في الثور حتى 15 8 وببدأ عملية التراجع مزاج ممتزج لأنه ما رجع للحركة الأمامية وفقط طاقته السلبية كاملة لسه عنده شوية سلبية نبت في الحوت حتى 23 6 مزاج سعيد بلوته في الجدي حتى 25 4 وبعدين ببدأ بعملية التراجع مزاجه منتحس وصلنا الآن لا توقعاتنا اليومية برج الحمل بما إنه القمر موجود في الأسد يعني بيتك الخامس تشتد رغبتك في التقرب من أحبائك قضاء وقت ممتع مع أحبائك أو مع أصدقائك أو مع الناس اللي بيهموك فترة مثمرة إيجابية تستعيد إشراقتك وممكن تسحر حتى الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك خلال اليومين هدول المبادرة بأي شيء له علاقة بمصلحتك أو مستقبلك أو شيء أنت تحتاجه لأنه ظروف رح تكون ملائمة لإلك مناسبة للمغازلة مناسبة للمصالحة ولكن عليك أنك تكرر المحاولة برج الثور الشمس موجود في بيتك الرابع يعني على البيت البيت يعني بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة معكم ممكن تضطر خلال هذا النهار للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أو أعطال أو مشاكل يعني إلها علاقة بالبيت أو بصيانة البيت أهم إشي أنه خلال هذا النهار ما تفقد الاتزان وثقتك بالأحبة ممكن تقلق خلال هذا النهار بصحة أحد أفراد العائلة أو ممكن مسألة شخصية تظهر على الساحة الفترة هاي بتطلب منك شوية مصاريف زيادة مرج الجوزاء تكثر عندك الاتصالات والتنقلات ومنك ممكن يروح رحلة أو يطلع في نزهة أو بزيارات أو باتصالات أو يكون عندهم مقابلات خلال هذا النهار يعني عندك نشاط كثير خلال هذا النهار وممكن يكون عندك نوع من أنواع التعامل يا مع أخ يا مع جر تتمتع بسرعة بديهة عالية جدا وسرعة خاطر بإمكانك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك أكثر إشي غالب عليك خلال هذا النهار هو التنقلات والاتصالات بأنواعها برج السرطان فهو أنا منقدر نحكي لك أنه اليوم في فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي ولكن بتكو تديروا بالكو أنه ممكن تزداد عليكو المصاريف وبتكو تديروا بالكو من أي خطوة مالية جديدة لا سيما أنك تشتري أشياء ثمينة وانتي مش بحاجتها ممكن أنك تهتم بمعالجة استحقاقات مالية فوتير أقصات قرض دين أهم شي أنك في هذه الفترة لا تتسرع بتوظيف الأموال بدك تدقق بكل التفاصيل عشان تطمئن خواطرك شوي في عندك نوع من أنواع التحسن في المعنويات رح يكون واضح وبشكل ملحوظ أهم شي أنك أنت تتفائل برج الأسد اليوم رح تبدو فترة شوي رح تكون أفضل من الأيام اللي مضت أو من الفترة السابقة بتعيد عندك نشاط كل مفقود تقدروا أنك تبدأوا بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي هاي هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الانفراجات الملموسة بعد فترة طويلة من الهدوء والركود القاتل اللي صار خلال فترة الأسبوع أو العشر أيام الماضية أهم شي أنه أنت تتحل بالفترة هاي بالحكمة والواقعية عشان تقدر تحل معظم مشاكلك تشتد عزيمتك وبترتفع معنوياتك وممكن أنك تستعيد سيطرتك على الأوضاع وتحقق نجاح باهر برج العذراء هذا اليوم مش يوم سعدكم أنت في أسوأ أيام الشهر لأنه أولا القمر موجود في بيت متاعبكم بسيطر عليك والتعب حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أيام قليلة وبنتقل القمر لعنكم وبتنحل معظم المشاكل الموجودة أهم ما تفقدوا صبركم أثناء أعمالكم أو تصريف أموركم أو التعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو مسوء تفاهم أو التباس دير بالك من أنك تبدأ بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك أو يمنعك من العمل نظم أمورك وضاعف مجهودك برج الميزان برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء يعني هذا يوم اجتماعي بكل المقاييس ممكن منكم يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف ممكن يكون مع زملاء أو مع أصدقاء أو مع جيران أهم إشي إنه في هاي الفترة ما تكون وحيد يعني أخرج وشوف الناس وعيش يوم حلو بإذن الله تعالى برج العقرب بتركز كل اهتمامك على موضوع المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب للي ببحث عن عمل أو بدو يقدم طلب لعمل توظيف مقابله أهم شي إنك أنت تقدم أفضل إشي عندك عشان أنت يكون عندك مجال تحقيق إنجازات أو أنك أنت تحرز نوع من التقدم خلال هذا النهار ولكن ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية مطلوب منك في هاي الحالة إنك تكون على قد المسئولية وتمسك أعصابك لأنه شوي الفترة فيها نوع من الصعوبة برج القوس بتنشطوا خلال هذا النهار بالسفر والاتصالات البعيدة أو تقديم طلبات أو بريد أو مراسلات أو امتحانات كلها بتتركز على هذا اليوم ونتائجها حلوة حتى اللي عنده قضية حاب يرفعها خلال هذا النهار يوم مناسب جدا اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير برضو هاي فترة ممتازة جدا ممكن إنه خلال هذا النهار إنك أنت تبدأ في مشروع أو ورشة أو عمل ممكن تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وأراء ثقافات مختلفة الأجواء إجمالا لطيفة بتحيط فيك عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة كثير مثمرة على جميع الأصعد برج الجدي يعني هاي الفترة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة في فرصة لمكسب مالي من شراكي أو من تعويض ممكن مال لكم دين عناس يجيكم ممكن لكم تعويض من مؤسسة مالية يجيكم خلال هاي الفترة ولكن من جهة ثانية بتكو تديروا بالكو بأي موضوع إلو علاقة بالشراكة المالية خصوصا إذا كان الأمر جديد بتكو تركزوا تقرؤوا المتطلبات صح عشان أنتوا ما تقعوا في الغلط ما بناسبك بالفترة هاي إطالة الخلافات أو تكبير الخلافات والزعل يعني حاول أنك أنت تسارع لتقريب وجهات النظر بإمكانك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش أي موضوع حتى لو كان الموضوع إلو علاقة بإرث أو بموضوع مالي فأنت رح تكون ملفت للنظر وكلامك رح يكون في مكانه برج الدلو يعني أكثر إشي بركز عليك والفترة هاي هو تدعيم شراكتكم المالية والعاطفية يوم مناسب أنك أنت تعمل في أي شيء في تعاون مع طرف آخر القمر موجود مقابلك مباشرة عشان هيك من نرجع من عيد زي التوقعات الماضية أنك ما تنفعل وحاول أنه أنت تسلط الأضواء الإيجابية على الموضوع الإيجابي على الأشياء الإيجابية وابعد عن السلبية لأنه التوتر ما رح ينفعك ولا الجدال اللي رح ينفعك بالعكس رح تورط بمشاكل أنت بغنى عنها عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الحوت ببدأ العمل عندكم بتراكم تدريجي لا يش لأنه أوليش الخمر موجود في بيتكم السادس يعني أكثر بيت ممكن يضغطكم صحيا وماليا وعمليا ونفسيا المطلوب خلال هذا النهار هو إنجاز فقط الأشياء اللي أنتو بتقدروا تنجزوها أو الأشياء المهمة دون المبالغة في إجهاد نفسك انتبهوا لغذائك وراحتك ما تسمح للواجبات إنها تتزامن أو تتراكم يعني نظم جدوى أعمالك نظم جدوى اليومك ويعرف كيف تدير الأوقات بدك تتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي بدك تأخذ قسط من الراحة وبدك تهدى أهم إشي إنك تكون عند حسن الظن هيك منكون انتهينا من توقعنا لهذا اليوم في النهاية والله أعلم وبشكركم لحسن الاستماع وإنك تحملتوني في الإطالة يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر